الله أكبر أما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المحصرات باءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطائن مابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يرضون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاءا من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والبلائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبصارها خاشعة يقولون أئنا لمغدودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب لا في العون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم جبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال الآخرة ولولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا بالسماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرنزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صببنا الماء صبا ثم شقرنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف رشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب امتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وباهم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومه ذي لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قالا ساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرغوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسطون بالرحيق مخدوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انطلبوا إلى أهلهم انطلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحبون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح للا ربك كدحا فملاقي فأما منوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نريم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المديد فعال لما يريد هلتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفو والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل أمر ويدا سبح اسم ربك نعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعا فجعله وثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها لشرا الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هلتاك حديث الواشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نالية ليس لهم طعام للا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاضية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا هيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري ألفي ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك معاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالوادي وفرعون ذي لوتاد الذين طاروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونحمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليديم ولا تحطون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية أن نفسه مضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ورسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة وطعا في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موسدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطعواها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر ولنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعقى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلىها إلا لشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي يتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى والضحاء الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من نولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليديم فلا تقار وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والدين والسيتون وطورسين لهذا البلد رمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعبروا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا له لم ينتين نسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عجل تجري من تحت على النار خالدين خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورغوا عنه ذلك لمن خشي ربا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرى يرى والعاديات طبها فالموريات قد حنف المغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكلود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي دار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر ويل لكل يمزة يمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نباميل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف ماكور لإلا في قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرغاون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبده ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبده لكم دينكم وليدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في إيدها حبل من مسد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر